CPA أو Cost Per Action ده كان الموضوع اللي كلمت عنه في فيديو سابق والنهاردة هكمل الكلام زي بانتو طلبتوا مني هتكلم أكتر عن ما يسمى CPA أو Cost Per Action طبعا احنا عرفنا الاختلاف في الفيديو السابق ما بين ال Cost Per Action وما بين ال Affiliate Marketing لو بتشوفني لأول مرة ولا تعرف الاختلاف ما بين ال Cost Per Action وما بين ال Affiliate Marketing وقف الفيديو ده ارجع للفيديو الأول أنا هسيب اللينك في ال Description Box اعرف الاختلاف ما بين ال CPA وال Affiliate Marketing اعرف ايه هي الشبكات او ال Web Sites اللي انا اتكلمت عنها المرة اللي فاتت وتعال اكمل الفيديو ده بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة زي ما قلت تاني فيديو من فيديوهات سلسلة احنا بدأناها من فترة تقريبا اسبوع او عشر ايام وبناء على طلبكم انا بكمل السلسلة دي وهي سلسلة CPA و سي في ايه ثلاث حروف معناها Cost Per Action وبطريقة بسيطة جدا معناه Cost Per Action ان انا مجرد ان انا بضع عرض او Offer معين امام حد الحد ده مجرد ان هو يدخل يكتب الايميل بتاعه مثلا يكتب اسمه يكتب عنوانه او ركم تلفونه على حسب ال Landing Page ايه اللي مطلوب بالزبط ولو عمل ده هو مش تلاش حاجه لو مجرد ان هو اخد الاكشن ده او الخطوة دي انا هنا بيجيلي الكميشن بتاعي ومن اشهر المواقع اللي انا اتكلمت عنها المرة اللي فاتت هو adworkmedia.com ووسبت لكم اللينك او الرابط في الفيديو السابق وهسيبه ايضا في الفيديو ده في صندوق الوصف المهم لو لم تشتركوا في adworkmedia اشتركوا انا قلت المرة السابقة ان الووبسايت ده هو للمبتدئين من احسن المواقع للمبتدئين وحقيقة الشركة بتشجع المبتدئين وبتقبلهم على فكرة تصنفها كويس جدا وسمعتها طيبة والشركات حقيقة المعلنة بتثق فيها في ووبسايت اخر انا اتكلمت عنه المرة السابقة وانا قلت ان التاني ده it's my favorite اللي هو اسمه max bounty لكن برضو انا قلت ان max bounty صعب شوية ومش للمبتدئين وبيبقى لي بعض الخطوات هناك process وانهم لازم يعملوا معك interview عن طريق السكايب او التليفون فيعني لطريقة خلينا نبدأ بالطريقة السهلة المضمونة اللي ممكن من خلالها يتم القبول في خلال مثلا 24 ساعة او على الاكثر 48 ساعة اتقابلنا خلاص انا داخل هنا اهو بالايميل بتاعي اللي انتو عارفينه اللي انا دايما بس بقولكم في ال description واقول لو اي حد عايزني اترجم له رسالة مرش بيبعتلي على الايميل ده انا شخصيا من الخطوات اللي انا بتتبعها ان انا باجي هنا في البداية وبختار approved او public campaigns لان دي ما بتحتاجش ان انا لسه اطلب من الشركة ان هي تعملي approval وبعد كده انا ابدأ على طول انا بختار الحملة اللي معمول لها approval هنا مثلا انا عندي هنا ده العلم بتاع فرنسا الحملة دي لازم يكون الاستهداف او الايميلات اللي انا هبعتها لان انا هنا طبعا هتكلم معكم عن ان انا ازاي استهدف الناس اللي تشوف العرض بتاعي استهدفهم من بلد معين وهوريكم الطريقة وهوريكم ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي احنا ممكن نبعت ده بطريقة بسيطة سهلة ومجانية تماما عجبني اول عرض ده بتاع البلاي ستيشن لو ضغطنا هنا اهو approved على طول يعني انا مش محتاج ان انا لسه ابعت وبعد كده انتظر خلينا نشوف طيب المنظر بتاع الصفحة واللي بيسموها landing page هو ده الفكرة هنا طبعا بالفرنش احنا اخترنا فرنسا ان مجرد ان اي حد بتجي له الصفحة دي بيشوف هنا الايميل ويكتب اسمه ويكتب تاريخ ميلاده ويكتب الايميل بتاعه ومجرد ان هو يضغط هنا ويضغط هنا خلاص انا كده ده اللي انا عايزه مش اكتر ولا اقل وده اللي الشركة عايزها مجرد ان هو يعمل ده انا لي اياكم مشان شفتوا الطريقة السهلة ازاي السؤال الان ازاي انا احصل على الايميلات اللي انا هبعت لها طبعا فيه طرق كتير غير موضوع الايميلات لكن انا بتكلم حاليا عن الايميلات وهو ده الشيء اللي انا شخصيا بستخدمه فيه طرق كتير منها ان انت بس ان تعمل اعلانات ممكن اعلانات مدفوعة على الفيسبوك مثلا لا خلوني انا اتكلم معكم هنا عن الطريقة المجانية تماما طيب طبعا هيكون فيه الرابط بتاع اللينك اللي انا هاخده هو ده اللي انا هبقى اضعه في الايميل اللي انا هبعته طيب انا كده خلاص اخترت الحملة من خلال الويب سايت اللي انا اشتركت فيه اللي هو ادورك ميديا خلاص احنا خلصنا من هذه النقطة فخليني كده اسحب ده واضعه على الشاشة اللي على اليمين طيب ما هي الخطوة التالية اول حاجة ان انا هكون عندي الاكستنشن ده او الامداد اللي اسمه ايميل اكسبورتر هتروح على جوجل اكستنشنز وتعمل انستوليشن للإكستنشن ده اللي اسمه ايميل اكسبورتر وهيكون شكله كده ولازم يبقى اسود بهذا المنظر هنشوف برضو مع بعض خطوة بخطوة ده هيعمل لي ايه لو انت مشوفتش الفيديو الاول ومش عارف انا بتكلم عن ايه خلونا نشوف مع بعض خطوة بخطوة ما هذا الموضوع طيب انا دلوقتي خلاص انا عندي الحملة بتاعتي اخترت موضوع البلاي ستيشن ان انا عايز ابعت العرض ده اللي احنا حطناه على مين اللي هو ده انا عايز ابعت ده لناس في فرنسا الناس اللي بتهتم بموضوع البلاي ستيشن دلوقتي السؤال كيف احصل على الايميلات لناس من فرنسا انا مش عايز استهدف اي ايميلات وخلاص الفكرة مش ان انا اجمع ايميلات والسلام انا عايز ايميلات لناس من فرنسا هاجي هنا هكتب ده وانا هسيبه لكو في الديسكريبشن هسيب لكو اللي انا كدبه ده بالزبط الفكرة ان انا هكتب هعمل inverted commas او لعلامات التنصيص يعني اكتب الحاجة بقى اللي انا عايز استهدف انا حابب ايه انا حابب اجيب ايميلات لناس بيهتموا بالبلاي ستيشن اللي هو اللعبة الجيم اللي ان الشباب بيلعبوه وبعد كده اسيب مسافة وافتح inverted commas اكتب البلد اللي انا عايزه فرنسا اقفل علامات التنصيص اسيب مسافة افتح inverted commas اكتب at gmail.com واقفل في النهاية بعلامات تنصيص مرة اخرى واضغط هنا كده انتر دي الصفحة عندي هنا اهو شوفو اكتر من عشر نتائج وبيقول لي next كمان يعني اكتر من كده بعد كده طبعا انا عايز بقى اخد الايميلات عايز اسحب to export الايميلات دي من هنا واضعها على spread sheet مثلا الايميلات اهي طب هعمل ايه هاجي بسرعة على الجيميل بتاعي واكتب google drive او بلاش اكتب google drive على طول من هنا اهي google drive انتظر شوية الصفحة تحمل بختار new google sheets طيب انا خلاص فتحت الجوجل sheet او اللي بيسموه google doc ارجع تاني للصفحة بتاعتي هنا اضغط على الاكسبورتر بتاعي واخد الايميلات دي واضعها هنا اهو كده انا خدت اول مثلا خمسة ااجي مرة تانية اهو افتح تاني اروح للصفحة اللي بعدها واشوف في ايميلات ولا لا في ستة عارفيني اللي بيصطاد سمك فبيبقى هو ورزقه بقى وربنا بيكرمه بالسمك اللي هو بيلاقيه الشباب اللي بيحبوا يصطاده اهو كده عندي 11 ايميل ارجع تاني طبعا الطريقة manual طريقة يدوية الطريقة بتحتاج صبر شوفوا هنا الصفحة دي والله رزق 10 ايميلات وكلها ايميلات verified وسليمة وصحيحة وكلها زي ما شايفين add gmail طبعا انا لو عايز بعد كده استهدف add yahoo مثلا ان انا اختار ال yahoo مش ال gmail اروح للصفحة اللي بعدها انا هنا عايز بالزبط 50 ايميل انا مش عايز اكتر من 50 وهقول لكم ليه انا عايز 50 فقط هنا 9 ايميلات يلا هانتهي الصبر بسم الله 7 ايميلات خلاص داخلين على 44 اهو طبعا زي ما قلت كل الاميلات دي لناس من فرنسا هنا 9 ايميلات بجد والعاملة زي السمك بالزبط اللي احب يستغل سمك انا طبعا من اسكندرية فالاسكندرينية مشهورين بصدل السمك فشوفوا هنا اهو اهي خلاص طيب انا عايز 50 بس انا كده يعني معلش سرحت منكم طيب دلوقتي انا عندي اهو انا اخترت 59 انا عايز 50 بس حقيقة 51 دول 59 ايميل كلهم ات جيميل وكل هذي الايميل لناس من فرنسا يبقى خطواتنا كده بسرعة انا عندي هنا اهو في الصفحة دي ما ننساش انا عندي الحملة بتاعت اللي انا اخترتها الحملة بتاعة البلاي ستيشن اللي من فرنسا اهي وين بي اس فور يعني احصل على بلاي ستيشن فور طبعا هنا العالم اهو فرنسا طبعا دايما نختار البلاد حقيقة رائعة والناس فيها بتشتري على طول امريكا طبعا انجلترا البلاد دي طيب خلاص عندنا الحملة دي حضرناها وقلنا ان احنا عايزين ايميلات لناس من فرنسا جبنا ايميلات بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عنها بالطريقة دي اللي انا هسيبها لكم ومن خلال ايميل بتاعي خلاص انا دلوقتي الحمد لله عندي الحملة وعايز ابعت الاميلات دي للناس اللي من فرنسا دول عايز ابعت لهم العرض اللي هو بتاع البلاي ستيشن لفرنسا طيب دلوقتي انا عايز ابعت الاميل لو انا هنا انا كتبت كلمتين مثلا حضرتهم هنا اهو كلمتين مثلا greetings here is an offer of playstation 4 pro enter to win مش قد كده لكن اعمل ايه انا هنا عملت ايه جيت على الصفحة للعرض بتاع البلاي ستيشن وخدت الكلمتين دول وخدت جزء ده وجزء ده وكتبت هم فده اللي انا عملته بعد كده هاخد اللينك من ال campaign هو ده تمام واضعه هنا بس الوقتي انا عايز اضع اللينك هاجي هنا الاول اضغط على دي واخد العنوان بتاع campaign اكتبه هنا وهنا ااخد اللينك اللي انا ورده لكم اللي هو ده ااخد اللينك اهو وده العنوان اللي انا اخدته هو ده العنوان اللي انا اخدته منهم واضع اللينك هنا خلاص وقول اوكي هو ده اللينك فاي حد يضغط هنا على طول هيروح لل الوفر اللي احنا تكلمنا عنه مجرد انه يكتب اسمه الايميل وحاجات دي على طول خلاص انت كده بتاخد الكميشن بتاعك ممكن برضو نفس الشيه ده انا اكتبه في العنوان هو هو العنوان لل ايميل subject طب خلصت ده انا دلوقتي محتاج ان انا اضع الايميلات هعمل ايه هافل دي هنا دلوقتي بعد ما عملت كل ده هضغط هنا وقافل ايه الخطوة التالية دلوقتي انا عندي ما تنسوش الخمسين ايميل دلوقتي انا الخطوة التالية ان انا ازاي ابعت الخمسين ايميل مرة واحدة لو انا بعدت على فكرة بالطريقة العادية اللي انا ببعت بها ايميل لشخص واحد ما تنفعش ابدا مع خمسين دي بتكون مشكلة مع اضغط هنا واجي على get add on وفي السرش انا هكتب yet شايفين هنا ده اللي انا عايزه yet another mail merge ده اللي انا هكتبه هنا اول ما هكتبه في السرش هيظهر ده واضغط وقوله اوكي انا عايزه طبعا بما اني اضافته خلاص فهو هنا ظاهر عندي فمش هينفع ان انا اضيفه تاني بس هو ده اللي انتو المفروض تضيفه انا هسيب لكم اللينك بتاعه لان انتو لو اشتركتوا طبعا كله مجانا لو اشتركتوا من خلاله انا هنا بيكون عندي الحق ان انا بدل ما ابعت 50 ابعت اكتر من 50 فدي هتكون خدمة ليا ان انتو لو سجلتوا من خلال اللينك بتاعي انا بدل ما ببعت 50 يسمحوا ان انا ابعت اكتر بعد كده بتضغط هنا وتقول start mail merge انا ليا 50 فقط بما ان خلاص بعتهم من شوية لحاملة اخرى فبيقول لي sorry you don't have enough quota lift لكن لو انا لسه لو انتظر لبكرة يطلع لي هنا على طول يقول اختار الايميل اللي انت عايز خلاص فموجود هو ده اللي انا هختاره لما يظهر لي هنا واقول send ويتبعت 50 email مرة واحدة ده الحملة اللي انا لسه بعت عشان كده انا دلوقتي ما اقدرش ابعت تاني هنا اللي بالاخدر ده بالفعل الناس اللي فتحت الايميل انا الايميل ده انا بعته من دقائق يعني من فترة بسيطة جدا لحد دلوقتي اللي فتح اهو opened 13 email زي 26% دول اللي فتح اي حد بقى من الناس اللي هتفتح الايميل لو راحت لل offer على طول انا بيجي هي دي كانت الطريقة طريقة استهداف الايميلات لبلد معين وان اختار الكمبين او الحملة اللي انا عايزها لنفس البلد من خلال adwork media وبكده يبقى انا اخترت البلد واخترت الحملة بتاعتي طلعت الايميلات بعت الايميلات من خلال الطريقة اللي انا عرفتكم عليها وبكده يبقى بعتنا الايميلات وربنا يكرمكم ويوفقكم لو الفيديو عجبكم ياريت تكتبولي في التعليقات تحت لو حابين ان انا اكمل معاكم في سلسلة CPA ياريت سلسلة Kindle مكملين في Merch by Amazon يعني احنا عندنا اكثر من موضوع مكملين في ولو عندكم ايضا اقتراحات لأي فيديوهات انتم حابين يعني ان انا اعملها لكم لموضوعات اخرى اقترحوا علي الموضوعات وانا تحت امركم لكن هي دي بشكل عام الموضوعات اللي انا بحب اركز عليها سواء كان Affiliate Marketing Merch by Amazon Kindle او CPA هذا هو شكرا لكم ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعني عن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته